أبقين معاي الآن عبد الرحمن بوزير وهو صاحب فكرة صوت ولدنا فكرة صوت ولدنا هل كانت الفكرة وليدة اللحظة أم كانت عندك من قبل؟ لا والله ما كانت عندي من قبل هذه الفكرة نشأت بعد ما شفت أعلان جازة لقمال حكيم وبدأت أقرأ في الوصايا وفي الشروط المطلوبة فبنان عليها بنيت هذه الفكرة تمام الشباب دائما أسألهم هنا وإيش أصعب فقرة في البرنامج أصعب فقرة عندك كانت أي فقرة؟ أصعب مرحلة كانت المرحلة الثانية اللي تم تحويل فيها الأفكار إلى قالب مرئي لأنه كان فيها شغل كثير وكان فيه ستوري بورد وكتابة سيناريو وتعليق صوتي فكان متعب جدا طيب السؤال الأخير راح أسأل بطريقة ثانية المركز اللي تتوقع يأخذ المركز أو المنصة أو الفكرة اللي تتوقع تأخذ المركز الأول من غير فكرتك من غير فكرتي؟ ما في طبعا تصريح قوي طبعا عبد الرحمن يا عبد الله يقول هو اللي راح يأخذ المركز الأول خلنا نرجع وإياك الصوت والصورة عندك عبد الله شكرا عافية عبد العزيز إن شاء الله يا رب كلهم يستهلوا ان قلتوا المركز الأول أنا من نسبتي للآن النتيجة ما أعرف من المتأهل من المغادر من حيأخذ المركز أول ثاني ثالث رابع لكن كل التوفيق صراحة